الفيديو ده يعلمك ازاي تحصل على حساب بنك امريكي بيعطيك بيانات حقيقية لبنك امريكي تقدر تستقبل عليها حوالاتك لو انت فريلانسر وتقدر تسحب عليها او توضع فيها بالاضافة لانهو بيعطيك فيزا كارد تقدر استخدمها في استحب من الاتم في اي مكان في العالم كمان بيعطيك فيزا افتراضية تقدر تستخدمها للشراء اونلاين كمان تقدر تشحن فيه عن طريق اي منصة وتقدر تربطه ببايبال وتسحب عليه من بايبال خلانا اتعرف على الشرح بالتفصيل ولكن بعد الانترو السلام عليكم انا احمد ودي قناة منصة المعنويات لو اقال مرة تتفرج على القناة بتاعتنا اتأكد انك عامل لايك واشتراك عشان تتابع عندنا كل جديد وفي الفيديو ده جايب لك حل مشكلة البنك الامريكي لو انت بتسحب من اوبورك او عايز تربط حساب بنك امريكي عشان تفعل بايبال او عايز فيزا افتراضية او فيزا حيائية لو انت بتسافر كتير ففي الفيديو ده هعرفك على تطبيق واحد بس هيعطيك كل ده وفي نهاية الفيديو هيبقى معاك تطبيق زي ده بيسمحك ان انت تودع عن طريق الاستيبل كوين او عن طريق اللي هو الدولار الرقمي او عن طريق الكريبتو او عن طريق بنك دولاري امريكي او تقدر تحصل على رابط مدفوعات لو انت بتأخد دفعات من الاتحاد الاوروبي او اي حد عايش في اوروبا ودي بيانات البنك الامريكي الخاصة بي وطبعا هنا اسم البنك والروتينج نمبر واسمك والبيانات بتاعتك فخلا نبدأ مباشرة في الشرح فور الانتقال في الرابط اللي هسيبه لك فاصل في الفيديو هتفتح لك الوجهة دي كل اللي عليك هتضغط على هيحاولك لجوجل بلاي تقدر تحمل التطبيق الخاص بيهم فور تحمل التطبيق هنشوف مع بعض ازاي نفتحه وازاي نعمل اكاونت عليه ونوسقه وناخد حسابه تضغط على سين اب فور فتح التطبيق بعد كده هيقول لك اكتب رقم البيل من غير مفتاح الدولة هنكتب رقم البيل اي! انا كانت الدولة ان انت قاعد فيها لازمة تختار الدولة من مفتاحها بعد كده هنضغط على هتفتح لنا الخطوة دي بيقولك وصل لك على على رقم بتاعك فتنتصن لحد ما اجيلك رسالة اللي فيها وبعد كده تكتب الكود اللي وصل لك ده الكود اللي وصلني فهبدأ اكتبه بالشكل ده بعد كده بيقول لك اختار بين من ستة ارقام هتكتب وبعد كده يقول لك بتاعك يعني اكده مرة تانية. بعد كده بيقول لك وافق على انه يفتح بالبصمة وكده تضغط انه موافق. بعد كده تفتح لك الوجهة دي بيقول لك وتقدر تستخدم البرنامج بطريقة سهلة وبسيطة. هنضغط على طلب هيطلب مني ان انت تأكد بعض البيانات عشان تطلب الكارد بتاعتك الافتراضية او الكارد الحقيقية عشان تقدر تستخدم في المدفوعات بتاعتك بدون مشكلة. اول خطوة في تأكيد الهوية هتظهر لك الخطوة دي بيقول لك انت قاعد في الولايات المتحدة ولا لا. هنختار اول خيار ان احنا برا الولايات المتحدة. بعد كده بيقول لك ان احنا نحتاج نأكد بتاعك والاميل تختار الدولة اللي انت مقوم فيها. بعد كده بعد كده هطلب منك تكتب الاميل بتاعك. بعدك هنضغط على كود. هنوصل الكود على الاميل بتاعك. الكود هيكون بالشكل ده. هنعمله نسخ. ونعمله للاسك تاني في التطبيق. كده احنا اكدنا الايميل بتاعنا. الخطوة اللي بعد كده بيقول لك تأكيد الهوية بال او رخصة قيادة. هتختار اي حاجة من حاجات دي وتأكد ان انت مقيم في الدولة اللي انت تأكد بها. انا اخترت الهوية. بعد كده هصور الوجه الاول للهوية وبعد كده اضغط على الخيار الاول هنا. اللي ظهر ده. وبعد كده اصور ظهر الهوية وبعد كده اضغط على نفس الخيار. وانتظر لحد ما اعمل عشان يأكد الهوية بعد كده بيقول لك خد صورة سيلفي وبص للقامرة كويس يعني لازم يعنيك تكون بصة للكاميرا عشان يتأكد ان انت شخص حقيقي مش روبوت ولا اي حاجة بعد كده هيقول لك ان تم عمل سكان للوجه وكده كل البيانات تمام وهنا انتظر اللحظات لحد من البيانات دي يتم رفعها وهتظهر لك الوجهة دي وبكده كل عليك هو الانتظار حوالي كم دقيقة لحد ما يتم تأكيد الهوية بتاعتك طبعا الموضوع بيتم بشكل آلي جدا واللي عليك هو الانتظار لحد ما تتم الهوية لو ضغطنا تالي بيقول لك ان انت لوقتي تجاري المعالجة والموضوع ده بياخد من خمس الى خمسة وشهر ديئة بس ويتم تأكيد هويتك بعد شوية دخلت افتح التطبيق واضغط على علامة الاشعارات الفوق قال لي ان تم تأكيد الهوية بنجاح من اول مرة فيش اي مشكلة في اي حاجة وتقدر تستخدم وتطلب الكارد الافتراضية او الكارد الحقيقية الخاصة بالتطبيق طبعا الكارد الافتراضية تقدر تطلبها بشكل مجاني سواء كان من سولانا او عندنا ولكن دي بيكون انا هختار طبعا تقدر تفتح اي واحدة فيهم وتشوف البيانات بتاعتها وهل هي منسبة معك والخصائص بتاعتها منسبة ولا كلهم تقريبا شوفها بعض ولكن كل واحدة فيهم فيها بعض المئزات عن الاخرى فانت تشوف المناسب معك وبعليكها تختاره طبعا الاكس كارد زي ما انا قلت هي تقدر استخدمها على جوجل باي او وتقدر تعمل بها مدفوعات لو ضغطنا على المعلومات بتاعتها بيظهر لك كل المعلومات الخاصة بالبطاقة كمان الرسوم على البطاقة الرسوم السنوية بالفايزيكا الكارد بتاعتها واعادة استخراج الرسوم تاني مرة تانية وكمان هي بتقبل الدفع على جوجل باي واي موقع تاني واكتر من مئة مليون موقع باقال الدفع ببطاقة فيزا اي موقع باقال الدفع ببطاقة فيزا هتلاقي بطاقة شغالة عليها بدون اي مشكلة. لان التطبيق عمل شراكة مع شركة فيزا وشركة فيزا هي المسؤولة عن المدفوعات اونلاين. عندنا الكي كارد بيكون الرسوم بتاعتها السنوية اول ثلاث شهور بشكل مجاني وبعد كده طبانتشر دولار على السنة. البطاقة الحقيقة بتكون بمئة دولار اللي هي البطاقة الفيزيكا اللي انت تستخدمها في الاتم. لكن البطاقة الافتراضية بتكون اول ثلاث شهور مجاني. وده فرصة كفاية ان انت تستخدمها ثلاث شهور وتجربها بدون اي مشكلة. انا اختار الكي كارد. بعد كده هتاكد ان اكتب الاسم فوق. واضغط بعد كده على طبعا زي ما حضركم شايفين. صف دولار او زيرو دولار. يعني مش هدفع اي حاجة. بعد كده اضغط على بعد كده اختار على وبكده هطلب الكي كارد بشكل مجاني وتفضل معي ثلاث شهور اعمل بها المدفوعات اللي انا عايزها بشكل مجاني بالكامل. هيطلب مني تأكيد بالبصمة. هاكد. ويقول لي استنى ما تقفلش التطبيق. لحظات وهيتم اصدار الكارد الخاصة بديك. قال لضن انت دلوقتي تقدر استخدم الكارد بتاعتك. هنعمل للبرنامج بشكل ده. وهلاقي الكارد ظهرت عندنا. وتقدر استخدمها في جوجل باي او او اي موقع. بقبل الدفع ببطاقات فيزا. طبعا دي كلها الخصائص الخاصة بالفيزا تقدر تعمل لها او تعمل لها رؤية لو ضغطنا على زر الرؤية كده يزهر لي بيانات البطاقة. طبعا الشاشة بتسود بشكل تلقائي. للرجانة التانية هي يزهر لك هنا كل عمليات اللي حصلت عليها الكارد. طبعا الكارد لسه جديد ما عملتش عليه اي عمليات. هو بقى نزل لكم فيديوهات تانية عن تجربتي مع الكارد بعد ما استخدمه فترة. وان شاء الله تجربة ايجابية لسه جديد. لو عايزين نشحن هتختار الشبكة. مسلا اختار شبكة او تورون تي ار سي عشرين. هزهر لي كود المحفظة بتاعتي. كل عليها اختار العملة اللي ودعها هختار. بعد كده انسخ كود العنوان بتاع المحفظة. بعد كده هروح على منصة زي اللي انا عايز اسحب منها. واختار على زر سحب بعد كده اختار العملة بعد كده ارسال عبر الشبكة. هضيف هنا الشبكة واختار تورون او او بعد كده اضيف رابط المحفظة اللي انا سخته من تطبيق الفيزا واكتب المبلغ اي مبلغ هضيفه هيكون عليه رسوم واحد دولار بس سواء ميت دولار او الف دولار هيكون الرسوم واحد دولار فقط لعملية الايداع. وكده اقدر اعمل ايداع في التطبيق من اي محفظة عملات رقمية بطريقة سهلة وبسيطة. عشان نفعل الحساب البانكي على الحساب بتاعنا هنروح على القائمة الجانبية بعد كده نضغط على الوقت سيرفرس هنلاقي هنا الخدمات المتاحة عندنا اول خدمة اللي هي الكاردس معنا بعد كده اكاونت بانكينج هنضغط عليها يقول لي هضغط عليها طبعا هيطلب مني بعض البيانات لان ده حساب بنكي زي اي حساب بانكي انت بتفتحه في اي حتة هضغط هنا ان تمام انا موافق على الشروط بعدك اضغط هيقول لي بعد كده عايزين نتأكد من العنوان بتاعك زي العنوان بالزبط والزب كود او الرمز البريدي عشان يتأكد من مكانك بالزبط عشان يفتح لك الحساب البانكي هتبدأ تكتب هنا البيانات العادية بتاعتك زي اسم الدولة او اسم المدينة اللي انت مقيم فيها على طول لان هو عارف كده كده انت عايش في انهي دولة هتكتب اسم المدينة على طول او لو ضغطت على هجيبي للمكان بتاعك لكن لازم ان تكون فاتح اللوكيشن فور اختيار العنوان وهتمنى البيانات دي الدولة والادرس والمدينة والمدينة اللي انت عايش فيها جوه المدينة او اللي هي المحافظة كمان هيعوز البوستر كود او الرمز البريدي تبحث عنه في جوجل وتجيبه رمز بريدي مدينة كذا هيظهر لك مباشرة هاتو وضعه هنا بعد كده اضغط على confirm هنتظر لحظات هتظهر لك الواجهة دي طبعا انت كده هتفكر ان انت خلاص خلصت لكن لسه هيرسلوك على البريدي الالكتروني بتاعك اللي انت مسجله في التطبيق لو اصلك رسالة في الاول بيقول لك ابعث لي الفول ادرس بتاعك اللي هو اسم الشارع او اسم المدينة وكمان المدينة كمان بوستر كود اللي هو رمز البريدي كمان المدينة او يعني المحافظة وبعد كده مدينة وبعد كده المكان اللي انت مقيم فيه والدولة تمام هتبعت له البيانات دي ولازم ان تكون بيانات صحيحة او زي اللي انت سجلتها في البداية في الايميل بتاعك فور القبول بتاعه بعد كده انت هتروح للتطبيق بتاعك عادي يعني هتلاقي يجيلك اشعار ان تم القبول وهتجيلك رسالة زي دي وهيتفتح لك الحساب البنكي بتاعك تقدر تستخدمه في استلام الاموال او ارسال الاموال وبس كده انت بقى معك الفيزة وبقى معك الحساب البنكي طبعا تقدر تحصل على الفيزة الحقيقية اللي انت تسحبها من الاتم ولكن دي تمانها ميت دولار ولو استخدمت الكود اللي هسيبه لك في وصف الفيديو او في اول تعليق تقدر تحصل عليها بخصم 20% من سعرها الحقيقي وبتوصلك في بيتك في خلال اسبوعين او ثلاثة كمان البرنامج في هتلاقيها ظهرارك تحت هنا ومن خلالها تحصل على تحصل على نقط خاصة ببرنامج والنقط دي هي عبارة عن عملة رقمية هي بتعمل لها من المنصة وقيمتها تتحدد على حسب المستخدمين وحسب النقط تقدر تطلع عليها من الموقع الخاص بهم او النقاط او الكلام اللي هو كاتبه لك هنا تقدر تقرأه تطلع عليهم هتاخد نقط كل ما تستخدم الكارد وممكن تضغط على عشان تشوف معلومات اكتر وتستفاد وتقرأ عن الحكاية دي اكتر لكن بالنسبة تقدر تستخدمها دلوقتي مباشرة وهنا نزل لكم فيديو بعد كده عن تجربتي معاها وازاي استخدمتها على مواقع تاني كتير وهجرب وهقول لكم عن تجربتي الكاملة ان شاء الله في فيديو جاي اتمنى كون استفدت من الفيديو لو استفدت هتخالش عليها بلايك واشتراك كان معك احمد من قناة منستر المعلومات وسلام وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا منستر المعلومات لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة